اشتركوا في القناة وتحظى وزارة البلديات والاسكان منذ انشائها بدعم كبير ومتواصل من القيادة الرشيدة ادراكا منها باهمية الادوار والمسؤوليات المناطة بها وما لها من علاقة وثيقة بحياة الانسان في انحاء المملكة وتشهد المدن في المملكة تطورا كبيرا على مستوى المشهد الحضري في المدن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فيها اذ تقدمت مدن المملكة بشكل منحوظ في مؤشر قابلية العيش العالمي وتستهدف المملكة تصنيف ما لا يقل عن عشرة مدن سعودية ضمن افضل خمسين مدينة عالمية وتحرس المملكة على تجويد الجهود المبدولة وتسخير احدث التقنيات المستخدمة على مستوى العالم من اجل تحسين المشهد الحضري اذ اطلقت وزارة البلديات والاسكان منصة وطنية لتحسين المشهد الحضري هدفها رصد مظاهر التشوه البصري وتحديد بيانات وتحليل التشوه البصري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كما اطلقت الوزارة مبادرة الضواحي الخضراء والهادفة الى زيادة الغطاء النباتي في مشاريع برنامج سكني وتحسين جودة الحياة للسكان وزيادة جاذبية الوحدات السكنية في تلك المشاريع وتسعى المملكة من خلال وزارة البلديات والاسكان الى الارتقاء بجودة الخدمات في المدن السعودية عبر تقديم مختلف الخدمات البلدية واطلاق المبادرات والبرامج اذ اطلقت الوزارة من خلال امانات المناطق مشروع بهجة الذي يهدف لتحويل المساحات غير المستغلة الى مناطق نشطة وذلك في اطار جهود الوزارة لتطوير الحدائق والتدخلات الحضارية في المدن والمناطق السكنية لتحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان وتشهد وزارة البلديات والاسكان تطورا كبيرا وتحولات سريعة وقفزات نوعية على جميع المستويات وصولا الى التحول الرقمي وتفعيل التطبيقات والمنصات الرقمية التي تقدم الخدمات البلدية للمواطنين بشكل سريع ومميز ابرزها منصة بلدي التي وصل عدد المستخدمين فيها 14.9 مليون مستخدم كما زاد عدد الخدمات البلدية المؤتمة الى 283 خدمة على منصة بلدي التي تهدف الى تسهيل وتحسين الخدمات البلدية